نتكلم على الصفقات الجديدة الصفقات الجديدة مش هتلعب النهاردة خالص ليه؟ لأن كان القيد الأفريقي خلص القيد الأفريقي التاني أو من حقهم يلعبوا من بداية من دور المجموعات اللي هو من بدايته هتبقى من 11 فبراير 2022 نهاردة قبل ما نتكلم عن المباراة طبعا أنا كل تفكيري وكل شغلي شغل عن مباراة اليوم لأن هي بإذن الله بإذن الله بيستهل النادي الأهلي مشواره في الدفاع عن لقبه والحصول على اللقب الجديد الـ 11 إن شاء الله بمباراة اليوم عايز بس أتكلم على حاجة بسيطة قرناها كلنا وشفناها الفترات اللي فاتت أو الأيام اللي فاتت شائعات كتير جدا 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 ومنها تهويل بعض الأمور ومنها تحس يعني أنت لو بتفهم وبتدرك اللي بيتكتب أو اللي بيتقري أو اللي في السطور هتلاقي إن في حد عايز ينقلك المشاكل والأزمات عشان إنتوا الاتنين تبقوا زي بعض إنتوا الاتنين تبقوا زي بعض النقطة الأخيرة بقى اللي أنا عايز أبدأ منها لما يكون عندك أزمة وعايز تبعد الناس عنها تقوم مصدر أزمة للخصب أو للمنافس لأن المنافس ده هو الأهلي هو الأشهر والناس بتهتم بقى ده أحاجة فيه يعني الحاجات الدقيقة قوي الناس تبص على الحاجات اللي في النادي الأهلي الحاجات البسيطة تبص على الحاجات اللي في النادي الأهلي أو المقصود بها النادي الأهلي النادي الأهلي على فكرة عايز أقول لكم حاجة النادي الأهلي طول عمره عارف سكته إزاي وماشي في الطريق الصحيح فلما يكون المنافس بتاعت عنده أزمات من كل نحية بره وجوه وانت مش عارف تعمل ايه مش عايز الناس تتكلم عليك لأن الأزمات عملت زيد كل يوم تلاقي أزمة كل يوم تلاقي أزمة يوم جاي رميلك حاجة أي كلام على النادي الأهلي وأي كلام على النادي الأهلي بيشد النادي الأهلي النادي الأهلي الأشهر الأعظم فأي كلام على النادي الأهلي الناس تبقى منتبهة الناس يشدها الكلام عن نادي الاهلي واللي حصل فيه حتى ولو حاجة بسيطة خلي بالكوا حتى ولو إشاعة يعني فيه الناس بتبقى عارفة أن دي إشاعة وبرضه بتهتم تقرى الإشاعة دي لأن نادي الاهلي زي ما احنا عارفين أكبر قاعدة جماهرية في مصر والشرق الأوسط فاللي يقول لك بقى الفترة اللي فات فترة اللي فاتة كل يوم والتاني مرة موسيماني عايز شروط ومرة يقول لك موسيماني ماشي ومرة يقول لك أصل الكابتن الخطيف على خلاف مع موسيماني لجنة التخطيط على خلاف مع موسيماني موسيماني عايز مرتب أكبر من اللي بياخده دلوقتي ولك موسيماني مش عارف حيمشي موسيماني جاله عروض في وكلها كلها إشاعات والراجل في الملعب بيقود تدريبات الفريق كل الكلام اللي بيتقال ده حسمته إدارة النادي الأهلي حسمته الإدارة الحكيمة برئاسة الكابتن محمود الخطيف حسمته بتصريح بس على لسان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي اللي قال فيه أن موسيماني مستمر مع الأهلي بنفس الشروط ولا الراجل طلب زيادة ولا حط شروط لأن عقده مستمر مع الأهلي لنهاية الموسيم طالما فيه تعاقد التعاقد ماشي والنادي الأهلي مش من نوع أبداً اللي بيخل ببنود التعاقد بتاعته أبداً إلا لو فيه حاجة باتفاق الطرفين بس بمجرد ما كابتن أمير توفيق قال الكلام ده خلاص كل أبواب الاكتهادات والشائعات اتقفلت خلاص لأن فيه ناس كانت عملة تتكلم عملة على بطار كل يوم تتكلم عن المرف ده وكل يوم اكتهادات وكل يوم شائعات لا حصرة لها بالتصريح ده وحكم الدارة النادي الأهلي اتقفلت كل أبواب الاكتهادات وده مش عاجب ناس طبعاً دلوقتي لأنك تتمندى أن يكون فيه أزمة عشان يداري على أزماته اللي بتحيط بيه من كل ناحية لما تيجي تطلع إشاعة بلاش تيجي ناحية الأهلي لأن الأهلي حاجة تانية خالص الأهلي غير الأهلي بيحسم كل الملفات بحنكة وحكمة وخبرة وكل واحد عارف دوره إيه في النادي الأهلي بالضبط يعني ما سمعناش مثلاً مثلاً بالضبط زي ما بيحصل فيه يعني بعض الأندية تلاقي مثلاً النادي بيمر بأزمة تلاقي خمسين واحد بيكلم خمسين واحد بيكلم واحد نارضي يطلع يقول لك كذا بكرا يطلع حد تاني يقول لك كذا واحد ثالث تلاقيه ملوش دور خالص ويروح جاي ناطط وقايل لك كلام تاني ما سمعناش حاجة خالص ولا من كابتن الخطيب ولا من عضاء مجلس إدارة ولا أي مسؤول في النادي ولا أي مسؤول في النادي تلع تكلم في الموضوع دو لأن ده النادي الأهلي وعشان كده النادي الأهلي غير النادي الأهلي غير اللي يكلم هو المسؤول بس عن القضية دي مش كلامه خلاص مش أي حد يتكلمه خلاص يتكلم مسؤول التعاقدات أمير توفيق وقفل كل اجتهدات قفل كل الأبواب فبلاش تحاول تداري أزماتك وعايز تصدرها لنادي الأهلي لأنك في الآخر حتتكشف حتتكشف فإحنا بقى حنلف حنقفل الملف دو ومش حنتكلم فيه تاني خلاص بدأنا موسم من النهار ده حنبتديه وعايز أقول لكم حاجة الموسم ده صعب جدا جدا